لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبده وهو على كل شيء وكيل لا تدركه لبصاره والدرك لبصاره واللطيف الخبير سلام الرحمن الرحيم إن الله فائق الخب والنواة يخرج الخي من الميت ويخرج الميت من الخي ذلك الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الليل والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إن الله فالق الخب والنواة يخرج الحين الميت ومخرج الميت من الخي ذلك الله فأنا تؤفكون تابق الإصباح وجعل الليل سكنا الزمن والشمس والقهر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبخر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون به وهو الذي جعل لكم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا آيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس نفس واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به خاضرا فأخرجنا به خاضرا ومن نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلع ومن نبات ومن نبات ونضالية ونضالية ورسوع ووجنات إن من أعناب والزيتون ورهما لمشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمروا ينظروا إن في بادكم لآيات اللقاء يؤمن وهو الذي أنزلنا السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خاضرا فأخرجنا منه خاضرا نخرج منه حدا متراكها ومن المخل من صلعياق والدانية وجنات من عناب والزيتون ورهما لمشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمروا ينظروا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخرقوا له بلين وبنات بالغير علم سبحانه 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 ما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يقول له أهد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وتغلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بلين وبنات بغائر علم سبحانه وتغالي عما يصفون مديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم أين يكون له حالي وذلك الله ربكم لها ولا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير مالكم الله ربكم لا إله إلا هو قالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا لكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصرف لنفسه ومن عياف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المسركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بركيل اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المسركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بركيل ومن ربك ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بعكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بالغير عين كذلك دينا لكل أمة عهدهم ثم إلى ربهم مرجعهم فننبعهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم آية لأؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلم أفردتهم وأبصارهم كما لن يؤمنوا به أول مرة ونبرهم في قضيانهم يعملون ونقلم أفردتهم وأبصارهم كما لن يؤمنوا به أول مرة ونقلموا في قضيانهم يعملون ونقلموا Мне نقلموا في قضيانهم يعملون